اشتركوا في القناة ومصادر إزاعية وأيضاً ما أكده ابنها ياسين بن عرفة في تدوين له عبر حسابه الشخص بالفيسبوك حيث كتب وقال ألا يرحمك يا أم الغالية إنا لله وإنا إليه راجعون وكانت الفنانة مونيرة بن عرفة قد تعرضت إلى وعكات صحية متتالية بداية من شهر ديسمبر عام 2019 اضطرتها مؤخراً إلى إجراء تدخل جراحية وذلك قبل وفاتها اليوم وقد نعتها وزارة الشؤون الثقافية عبر صبحتها الرسمية حيث نشرت صورة لها وقيل في التعليق تنعي وزارة الشؤون الثقافية بكل حسرة وآسة الممثلة الإزاعية والتلفزيونية الفنانة القديرة مونيرة بن عرفة التي وفت ألمانية صباحاً اليوم بعد أسراع طويل مع المرض عن سن نهز الستة وثمانون سنة الفنانة الراحلة مونيرة بن عرفة هي ممثلة وإزاعية تونسية انضمت إلى الإزاعة الوطنية في عام 1961 حيث قدمت برنامج أغنية لكل مستمع كمعاوضة ثم برنامج أغاني الشاشة وذلك قبل أن تدخل إلى مجال التمثيل من خلال المسلسل التلفزيوني جدات العزيزة لتعود مجدداً إلى الإزاعة ولكن كممثلة وتعد الفنانة مونيرة بن عرفة من أحدى الشخصيات التي تجمع في سجلها بين فن التمثيل والعمل الإزاعية والتي ساهمت في تأسيس فرقة التمثيل بالإزاعة التونسية وأنجزت عدد من الأعمال الفنية الخالدة في زاكرة التونسيين وفي سجل الفنانة الراحلة العديد من الأعمال التلفزيونية ومنها سلسلة زوبعة في الفنجان وسلسلة أمي تراكي ومسلسل غادة وغيرها من الأعمال الأخرى كما شاركت في فيلم سينمائي واحد وهو رسائل من سجنان في عام 1974 غافر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وكل محبيها الصبر والسلوان